ليست إسرائيل وحدها هي من تخوض العدوان على قطاع غزة بل إن حلفائها يساعدونها أيضا في هذا العدوان المستعر الذي تمارس آلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي عبر تقديم معلومات استخباراتية برا وبحرا وجوا خاصة من جانب بريطانيا بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي في تفريغ القطاع من سكانه وهو المخطط الذي لن يحدث أبدا أحد مظاهر الدعم الذي يقدمه حلفاء إسرائيل لها هو الدعم الاستخباراتي إذ كشفت عدة جماعات ومنظمات حقوقية بريطانية أن طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي تقوم بطلعات شبه يومية فوق قطاع غزة لتقديم دعم استخباراتي إلى تلبيب لمساعدتها فيما سمته تحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع تقلع رحلات المراقبة الجوية لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق قطاع غزة من قاعدة بريطانية في قبرص بشكل شبه يومي حيث سجلت المئات من هذه الرحلات الجوية منذ ديسمبر الماضي رحلات تأتي تعزيزا للاتفاق الذي وقع بين لندن وتلبيب في العام الفين واثنين وعشرين بين وحدة المراقبة ثمانية ألاف ومئتين تابعة لجيش الاحتلال ووكالة التنصط البريطانية من جهته كشف مسؤول دفاع إسرائيلي كبير مطلع على الجهود المبذولة للعثور على المحتجزين عن أن فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة وبريطانيا في إسرائيل تعمل طوال فترة العدوان على مساعدة المخابرات الإسرائيلية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين الإسرائيليين وتخشى المنظمات الحقوقية بأن تكون مسارات هذه الطلعات الجوية مستقات من معلومات استخباراتية حصلت عليها إسرائيل من خلال تعذيب الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها حيث اطلعت إحدى المنظمات الحقوقية البريطانية على شهادة بعض الفلسطينيين الذين قالوا إن قوات الاحتلال استجوبتهم حول مواقع المحتجزين والأنفاق تحت التعذيب الشديد وهو ما يتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية المنظمات الحقوقية البريطانية نقلت عن شهادة الأسرى الفلسطينيين قولهم إنهم تم تجريدهم من ملابسهم وتعصيب أعينهم وضربهم ضربا مبرحا داخل سجون الاحتلال من قبل القوات الإسرائيلية كما تم حرمانهم من النوم والطعام والماء بشكل كاف ووفقا لمنظمات حقوقية بريطانية شهيرة فإن بعض سائقي سيارات الإسعاب في قطاع غزة اعترفوا تحت التعذيب بأنهم نقلوا مقاتلين وأسلحة ومحتجزين إسرائيليين بهدف تبرير أفعال الاحتلال من جرائمهم ومجازرهم في القطاع أمام العالم والمنظمات الدولية إذن التعذيب الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين اعترف به وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام برلمان بلاده الذي أوضح فيه أن إسرائيل تسيء معاملة الأسرى الفلسطينيين الذين تم أسرهم في قطاع غزة معربا عن قلقه من الممارسات الإسرائيلية التي تتم بحق الأسرى الفلسطينيين لا يواجه سكان قطاع غزة المحاصرين قوات الاحتلال فحسب بل إنهم يواجهون أيضا حلفاء إسرائيل حول العالم خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بما تملكانه من قوة سياسية وعسكرية ودعم من استخباراتي لا محدود إلا أن كل هذا لن يثني أصحاب الأرض في الدفاع عن وطنهم الذي يواجه أكبر مجزرة تحدث في التاريخ الحديث اشتركوا في القناة